أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان سؤال هل السماء مكان للأكل والشرب والنساء طبعاً أي مسيحي رح يجوبك بالطبع لا لأنه صعب توصف السماء بلغة محدودة بعقل محدود بالحس بالملموس أو المحسوس في شيء أكبر من تصورنا تخيل إذا منحاول ندرك النجوم اللي البعض منها بتبعد مئات الملايين من السنين الضوئية فكم بالحرق أنك تستوعب الله أو تستوعب السماء في غريزتين الله خلقها في الإنسان بدونها لا نستطيع العيش أو الاستمرار في الحياة أولاً الأكل والشرب متعة الأكل والشرب ثانياً المتعة الجنسية اللي هي غريزة الله خلقها فينا طبعاً في إطار الزواج خليني أبتدي في متعة الأكل لا يستطيع أي إنسان أن يعيش بدون أكل أو شرب لربما توقفت لفترة معينة محدودة بس في النهاية لابد أنك تموت لذلك أحبائي لا نحتاج في السماء إلى أكل إلى شرب من أنهار كما يصفونها أحبائنا المسلمين أنهار خمر أنهار حليب لبن عسل وجنة تجري من تحتها الأنهار لأن في السماء ما في داعي ما في حاجة لاستمرارية الحياة عن طريق الأكل والشرب في السماء نكون خالدون ونحيا حياة مجد لا مثيل لها خليني أقول السماء مكان حضور يسوع الملائكة والقديسين عبر كل الأزمان طبعا هذه الأمور الأكل والشرب والأمور الحسية نحتاجها على الأرض ولكن لا نستطيع أن نعيش بدونها فإذا ما الحاجة للأكل والشرب في السماء الشيء الثاني المتعة الجنسية الله خلقنا بهذه الغريزة وهذا الاحتياج طبعا لما الله خلق آدم وحواء كان الهدف الشركة والعلاقة أوكي الاتحاد الحياة الاجتماعية فنحن خليقة اجتماعية محتاجين أحدنا للآخر فلا نقدر أن نعيش بدون البشر والهدف الثاني مش بس الشركة استمرارية الحياة كما أنه الأكل والشرب بخلينا نعيش كذلك الجنس بخلي استمرارية الحياة عن طريق الإنجاب والإكثار عن طريق التناسل لو قررت أنك ما يعني تقطع النسل خلاص تنتهي الحياة على الأرض أو ليس عجبا أحبائي الصين الدولة العظيمة جدا أدركت هذا الشيء عندها قانون ممنوع الكابل يعني الزوج يخلفوا أكتر من اتنين فاكتشفوا أنه أغلبية السكان في الصين صارت كلها عجايزة وكبار بالعمر وطبعا ما فيش الانتاج من الكبار بالعمر فأدركوا أنه محتاجين جيل محتاجين للشباب فعملوا قانون جديد بهذا القانون جديد سمحوا لكل زوج أنه خلفوا ثلاثة لأنه أدركوا أحبائي محتاجين لجيل جديد اللي يعمل يشتغل يخترع ينتج لاستمرار الحياة خلينا أقول في هذا الموضوع كل طفل جديد يولد هي معجزة بتقول وين المعجزات؟ كل طفل يولد هي معجزة كبيرة لأنه خلقت نفس أبدي خالدة خلاص ثم هذه النفس هي على صورة الله الأدبية والروحية في السماء لا نحتاج إلى التناسل لا نحتاج إلى الإنجاب أو التكاثر لأننا سنكون في معجزة مستمرة هي في حضور الله وحضور القديسين والملائكة الحياة الاجتماعية لذلك بالنسبة إلنا فكرة الحوريات والصبيان أو الغلمان الحسان في الجنة مرفوضة بالنسبة إلنا مع كل الاحترام مرفوضة لنا رفضا باتا وعلى فكرة هي ضد طبيعة الله القدوسة وضد ما علمه وضد ما قاله المسيح عندما قال في السماء يكونون كما لائكت الله أو كما لائكت السماء لا يزوجون ولا يتزوجون هل المتعة الجنسية هي الهدف أن يصل السماء؟ اللي بيموت من أجل الإنسان كشهيد؟ وهل كل المآسة اللي حصدناها على الأرض بسبب الغزوات وبسبب الحروب من قتل وسبي وجواري تستمر في السماء أيضا؟ يريد تقرأ الكتاب المقدس وتشوف أوصاف السماء الجميلة وهل الله محدود وضعيف لهذه الدرجة أنه لا يستطيع أن يخلق أمور غير مادية للمتعة؟ وهل بس الأمور الحسية المادية من أخذها معنا من الأرض للسماء؟ وهل ثقافتنا اللي تربينا عليها مثلا في الصحراء؟ كل واحد بيتمنى أنهار مي بيتمنى حياة بيتمنى بيتمنى وهل الأشياء اللي بنتمناها نخذها معنا على السماء؟ بيتكلم الكتاب عن بولوس الرسول كان في السماء لاحظ ما يقول بولوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها في رسالة الرسول بولوس إلى كنيسة كورنتوس الثانية إصحاح 12 والآية 4 مكتوب أيضا ما لم طر عينه هو مكتوب مكتوب يعني بيقتبس شعية أو أرمية بيجيب ضمنيا هذا النصوص المكتوبة بيحطها في هذه الآية بوحي من الروح القدس ما لم طر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه لنا نحن بروحه كورنتوس الأولى إصحاح 2 والآية 9 مكتوب أيضا لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس روميا إصحاح 14 والآية 17 فإذن أحبائي مكتوب لا يخطر على بال هاي نبوة في أرمية أصحاح 3 آية 16 في شعية 65 آية 17 وشعية 64 آية 4 وهاي الإصحاحات تتكلم عن العصر المجيد يعني بكلمات أخرى أنه هذا ما هو مكتوب بيتمشى مع النصوص الكتابية هاي الأمور لا يمكن إدراكها بالعقل المحدود أو العين المجردة أو السمع اللي رح ينتهي طبعا الحسة لم يخطر على بال إنسان مثلا في كتير أمور آه في نبوات عن يسوع المسيح بس مين كان يخطر على باله طريقة تجسد المسيح مكتوب عن الفداء بس مين كان يخطر على باله الصلب والموت ما بيخطر على بال نفس الطريقة أحبائي لا يخطر على بال ما أعده الله للمؤمنين ومكتوب طبعا بشكل مستمر يبتغون وطنا أفضل وبرؤية 21 بيتكلم عن أوصاف السماء فالسماء غير محدودة للوصف الحسي أو التمنئ أو الرغبات الجسدية السماء هي مش المكان اللي الإنسان ينتظرها للأسف يعني يستمتع بأنهارها أو الثمارها أو يتلزز بنسائها الحريات والغلمان يعني الأمور اللي بيرغب فيها الشخص فحبصير يجتهد أنه يسعى حتى يموت لأنه الموت هو الشيء الأكيد اللي بتوصله أن يحصل هذه الأمور ولا أنه السماء إحنا منحاول موصل لأنه فيها يعني وفرة من أنهار من الخمر واللبن والعسل وما إلا الكوثر والحريات والغلمان إلى آخره مش هايذة تطلعات السماء أحبائي بالنسبة للمؤمن بتعرف حبائي هاي الأشياء الموجودة في الإسلام يعني في القرآن شيء غريب أنه في حديث قدس بيتكلم عن يعني رواه أبو هريرة والغريب أنه اقتبس كورنتوس الأولى إصحاح 2 الآية 9 بالحرف وأنا رح أقرأها قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأقروا أن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من فترة أو من قرة العين فإذن هون هذا الحديث كأنه بناقد الغلمان والأنهار وكل هاي الأشياء الحسية هاي الآية اللي اقتبست من كورنتوس موجودة في هذا الحديث عزيزة صعب أن تقارن أمجاد السماء الروحية بملذات جنة القرآن الجسدية جنة الطعام والشراب والجنس بلا انقطاع طبعا لما بسمع مثلا الشيوخ وبيسألوا عن هذا الموضوع عن المضاجعة الحريات كم من السنين وكم وكم يعني فعلا إشي صادم فعلا الله خلق هاي الغريزة فينا متعة الأكل ومتعة الجنس بس الغرض استمرارية الحياة بالسماء مش محتاجينها هل راح نوكل في السماء في إشارات ضمنية لكن لا أعلم بس الفكرة مش المتعة الحسية لكن ولا محدودة بالأكل والشرب والنساء في أمور في السماء لا تخطر على بال صعب أنه الإنسان يدركها هل راح يتمتع مليون مرة المتعة في السماء راح تكون أكتر من أي متعة أرضية للشخص المؤمن وهنا يقودنا أحبائي أن كلام يسوع المسيح لما بيوعد بالحياة الأبدية الحياة الأبدية هي في الحاضر فبالنسبة للمؤمن هي طرفة عين بتغمد عينك وبتكون إلى أبد الآبدين مع الرب يسوع المسيح حتما في السماء راح يكون تسبيح والتمجيد ورح يكون انشغال ورح يكون أمور ما بيخطر على بالنا أمور أكيد راح ننشغل فيها كل الأبدية وهل المحدودية الأكل والجنس اللي على الأرض هاي المحدودية نخدها معنا على السماء من أكل وشرب أكيد في لزات وفي متعة في السماء إحنا ما بنعرفها لكن أحبة أنا عاوز أقول إنه إذا هذا صار هدف في حياتنا هو الغاية عشان نصل للجنة يا لتعاسة الإنسان عندما يكتشف إنه عم بموت مثلاً لشيء باطل وينتهي بالجحيم وبتعرف أنا لما رحت على الرقة وشفت اللي عملوه داعش وكده الغريب لما سألت الغرض إنه عاوز يموت وعاوز يكون شهيد عشان يتمتع بهذه الملزات وهل الله محدود هو الله شو عم بيتفرج على المؤمنين شو بيعملوا من أكل وجنس مع النساء ونضاجع مرأة بعرش أكم يعني 80 سنة واللي أكتر إلى آخره بسنين الجنة مثلاً طبعاً أنا ما أجيب على هذا السؤال هل في متعة رح يكون متعة لكن بدون ما تتخيل أو تدرك أو تتصور مش رح نأخذ هاي الغرائز ما هي رح تنتهي مش محتاجين نتكاثر في السماء لأنه رح نكون في السماء كملائكة معجزة مستمرة مش رح نحتاج للأكل عشان نعيش رح نكون هناك بجسد ممجد مش بيعتاش على خمر أو لبن أو أكل أو عسل لا في طعام يعني طعام إحنا ما بنعرفه اللي هو طعام روحي اللي رح يخلينا معرب إلى أبد الآبدين حبيت أضيف هاي المعلومة لأنه مبرح تكلمت لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي وهاي بتشوف يعني بعض الأسباب اللي فعلا بغير المفاهيم والمبادئ وكل الأشياء بيبعد الإنسان يصير كل تفكيره مادة حسة يتمتع بملزات الأرض وطيب الأرض وبيحلم فيها أنه تكون معاه في السماء الله غير محدود ولا السماء محدودة فأنا بدعوك اليوم عشان تتمتع في السماء اللي الرب وعد فيها أنك تتوب عن خطيتك تسلم حياتك ليسوع المسيح تقبله ربه مخلص على حياتك عندها ستكون لك الحياة الأبدية معه في السماء في كل حين شارك هذا الفيديو والرب يباركك